طيب اذا الشناو بالكلم على فكرة ان لسه قدامنا 24 ساعة عشان نقدر نحدد بشكل نهائي موقفي من المشاركة في مباراة النهائي غدا امام في يوتشار انباريح دكتور احمد جبالة طبيب الفريق كان وصف النتيجة الاشعة الاجرية للشناو ياسر ابراهيم وقال ان الشناو عنده شد في العضلة الخلفية وياسر ابراهيم عنده شد كده في العضلة اتمنى يا رب ان يكون في جاهزية للاتنين خلال الفترة اللي جاية ولكن هنشوف بكرة الجهاز الفني والجهاز الطبي ازاي هتعامله مع فكرة مدى جاهزية كل واحد في مباراة الغد ان شاء الله وفي النهاية زي ما قال كولر مفيش مغامرة بأي لاعب ممكن يكون عنده شك ولو بنسبة واحد في المية انه ممكن يتعرض لاصابة او تتجدد الاصابة في اي مباراة وعندنا ثقة كبيرة جدا فأي 11 لاعب بكرة في المباراة هيمثلوا فيها فريق النادي الاهلي يقدروا ان شاء الله يحققوا المكسب ويفرحوا كل جباهر النادي الاهلي اللي بنوجه لها مناجدة في كل مكان عشان تحضر مباراة الغد بإذن الله امام فريق فيتشر على استاد محمد بن زايد في ملعب نادي الجزيرة طيب قبل ما اطلع الفاصل يعني وانا معاكم دلوقتي الساعة خمسة ونص والمفروض طاقم تحكيم مباراة الغد مباراة النهائي ما بين الاهلي وفيتشر يكون يتحدد والكلام اللي وصل من الامارات مبارح من خلال بعض الكواليس والمصادر اللي احنا بنتعامل معها ان فيه اتجاه ان المباراة يديرها الكابتن محمود البن والكلام ده بيتقال من امبارح وان الكابتن محمد عادل يدير مباراة الثالث والرابع ما بين برامد زواسراميكا ولكن لغاية اللحظة دي لسه الاتحاد لم يعلن من الحكم اللي تم تكليفه لإدارة مباراة الغد وانا بناقش وبشوف الموضوع ده مع المصادر في الإبارات وبعض الأعضاء اللي موجودين في اتحاد الكورة ولجنة الحكام فهمت ووصلي ان فيه اتجاه من بريرة انه ممكن يدي المباراة لمحمد عادل وبريرة ليه وجهة نظر ان الحكام التلاتة اللي هيحكمه في كأس الأمم الإفريقية حكام ساحة أمين عمر ومحمد معروف ومحمد عادل لازم ياخدوا مباراة مهمة وكبيرة قبل ما يسافروا على الكودفور لان على فكرة عندهم وعسكر الاسبوع اللي جاي في أبيتجان عندهم وعسكر لمدة اسبوع قبل انطلاق البطولة يوم 13 يناير فبريرة شايف ان المفروض يعني تبقى للأمور الفنية لو انت عايز تدي سابورت لحكامك في بطولة زي دي وهم رايحين كأس أمم فلازم تدي النهائي لمحمد عادل لان أمين عمر أدار مباراة سيراميكا ومباراة بيراميدز وفيتشر ومعروف أدار مباراة سيراميكا والأهل وبالتالي المتبقع يكون محمد عادل لازم ياخد مباراة من مباراة يوم الخميس فالأفضل يدير مباراة النهائي ولكن في رأي تاني ان احنا لو ودينا محمد عادل لإدارة مباراة الأهل وفيتشر مش هينفع البناء يدير مباراة بيراميدز لأن بيرامدز قبل كده احتاج على إدارة محمود البنة لمباراة بيرامدز والآهلي في نهاية كاس اللي تلعب نهاية كاس السوبر اللي تلعب في بداية هذا العام في الإمارات وبالتالي مش هينفع البنة يدير مباراة بيرامدز مش عارف يمكن التأخير ده هل ممكن يكون الناس بتفكر هل ممكن تكرر حكم تاني كان قدر مباراة نصف النهاية ممكن يدير المباراة النهاية أنا برضو بطرح على حضراتكم كل الأفكار اللي بتطرح دلوقتي على طولة الاجتماع في لجنة الحكام في أبو زبي وحتى النهاردة القاهرة 24 من خلال بعض الزملاء الصحفي اللي موجودين في الإمارات وقلتقوا بمسؤولين في اتحاد الكورة وفي لجنة الحكام الخبر النهاردة حتى الـ 12 في القرار 24 كان قريب جدا من نفس التفاصيل اللي وصلت لي إن البرتغاري فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام قال إن الإعلان عن حكم نهاية كاس السوبر سيتم خلال ساعات وقال حتى الآن لم يتم حسم اسم حكم اللقاء اللي هيسند لي إدارة هذه المباراة وقال إن الاختيار هيكون ما بين محمود البنة ومحمد عادل لغاية مبارح كان المفروض محمود البنة رؤية فيتوريا أو سوري رؤية بيريرا البرتغالي إن المباراة يديرها محمد عادل فهل كفت مين اللي هتبقى أرجح لإدارة المباراة؟ هل كفت إن عادل عنده كاس أمم؟ فلازم بيقى فيه صبرت من اللجنة إن يدير اللقاء؟ ولا اللجنة ممكن عشان ما يبقاش فيه مشاكل فتاخد أو تبعد البنة عن مباراة بيرامدز فتخلي البنة هو اللي يدير مباراة الأهل وفيتشر أنا بطرح على حضراتكم كل الأفكار اللي بتتناقش دلوقتي قبل الإعلام الإعلام ممكن يحصل كمان خمس دقايق ممكن يحصل كمان ساعة ممكن ما يحصلش النهاردة كل شيء وارد ولكن أنا شايف فيه تأخير شوية لإن قبل مباراة نصف النهاية كان الإعلام بدر شوية عن كده طيب